موسيقى الى البارز رياضيا استعاد الاهلي نغمة الانتصارات من جديد تحت قيادة مديره الفني الجديد فتح مبروك حيث تغلب الفريق على النصر بثلاثية نظيفة في المورة التي جمعتهما على ملعب بيترو سبورت في الجولة الثامنة والعشرينة من الدور المتاز لكرة القدم بتلك النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الى تسعة واربعين نقطة يحتل بها المركز الثالث فيما تجمد رصيد النصر عند عشرين نقطة في المركز الثامن عشر حافظ فريق مصر المقص على مقافي المربع الذهبي بالدور المصري بالفوز على اسموحة بهدف نظيف في الجولة الثامنة والعشرين للدوري وبذلك ارتفع مصر المقص يرفع رصيده للنقطة السادسة والاربعين في المركز الرابع بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة التاسع والعشرين بالمركز السادس عشر وقل وقل الفراج بيعمل متابعة ولا اروع من كده وقل الفراج هدف في ديئة ستة وخمسين من خطأ قاتل من حارس المرمى رياضيا وعالميا فاز فريق يوفونتوس الايطالي على مضايف ريال مادريد الاسباني حمل اللقب بهدفين لهدف في ذهب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا وسجل الاسباني الفارو موراتا والارجنتيني كارلوس تيباز هدف يوفونتوس في الدقيقتين تسعة والثمين والخمسين بينما سجل البرتغالي كريستيان رونالدو هدف ريال مادريد الوحيد في دقيقة السابعة والعشرين من عمر المباراة في نفس البطولة فاز بيرشلونة الاسباني على ضيفه بارين ميونيخ الالماني في ذهب الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا بثلاثية نظيفة بيرشلونة خاد اللقاء وهو في حالة فنية ومعنوية ممتازة بعد الانتصارات المتتالية التي حققها في الدور المحلي التي كان اخرها فوزه بثمانية اهداف نظيفة على مضيفه قرطبة السبت الماضي في المقابل عانى البيرن من العديد من الغيابات المؤثرة بسبب الاصابة